لم يكن ينقص الخلافات الروسية الغربية تخريب خطي أنبيب غاز نوردستريم الحادث فتح الباب واسعا أمام التكهونات بشأن الجهة المسؤولة والمستفيدة من تنفيذ هذا الاستهداف ومع إعلان السويد عن تسجيل تسرب رابع في خط الغاز الذي يصل روسيا بألمانيا وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى واشنطن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أعلنت أن حادثة استهداف نوردستريم وقعت في منطقة تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية هذه البلدان تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية بالكامل والتقاع بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك تلميحات زخاروفا بشأن احتمال ضلوع الاستخبارات الأمريكية تأتي بعد مطالبتها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإجابة عن السؤال بشأن ما إذا كانت بلاده قد نفذت تهديدها باستهداف خطي نوردستريم وهنا تشير المسؤولة الروسية إلى تصريح سابق للرئيس الأمريكي في فبراير الماضي يقول فيه إن نوردستريم سينتهي في حال غزة روسيا أوكرانيا مشيرا إلى قدرة بلاده على فعل ذلك وردا على الاتهامات الروسية المبطنة حول وقوف واشنطن وراء عملية التخريب وصفت الخارجية الأمريكية الادعاء الروسي بغير المقبول معتبرة إياه جزءا من التضليل الروسي بحسب تعبيرها اتهامات تأذن بتصعيد أكبر لهذا الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى